حيث أقامت وزارة الصحة ماراثون شعبي بمناسبة اليوم العالمي للسكري التفاصيل أكثر مع مصطفى السعدي مشاركة موسعة بين مختلف الفئات العمرية ومن موظفي الدوائر الحكومية لإحياء ماراثون دعما لمحاربة المرض السكري وضغط الدم في صباح بغدادي على شارع بي نؤاس ووصولا إلى جامعة النهرين فعالية نظمتها دائرة الصحة العامة للتوعية بمخاطر هذه الأمراض التي حددت بيوم عالمي اليوم الماراثون انتهى هنا في جامعة النهرين بعد أن قطعة والمتسابقين مسافة ثلاثة كلمترات ونصف ووصلوا إلى النهاية وكان هناك فائزين عندنا من كل الفئات وكان هناك مشاركين صغار في العمر وكبار ومن كل الفئات العمرية ستستمر إن شاء الله دائرة الصحة العامة بإقامة هذه الفعاليات للتذكير حول المناسبات الصحية وتوعية المجتمع من أجل مجتمع واعي وصحي المشاركون عبروا عن أهمية هذه الفعاليات التي من شأنها تزيد إدراك المواطن بأهمية الاعتناء بالصحة الجسدية وأن ممارسة رياضة الجري أو المشي هي من أهم المقاومات الأساسية والوقائية من الإصابة بالسكري أو ضغط الدم فكرة من عندها أهمية النشاط البدني لمحاربة مرض السكري مرض السكري الذي صاد في يوم 14 دعش والذي عادة هو يوم عالمي للتذكير بمرض السكري ومخاطرة واعتباره هو طبعا أكيد مرض مزمن لذلك النشاط البدني مهم جدا حتى نحاول نحارب السمنة واللي هي تعتبر مرض بالأول هي صنفة مرض واللي إلها أثر كبير بالإصابة بمرض السكري الحقيقة احنا هاي الفعالية والمشاركة وبطولات تنظيف هكذا بطولات هي حافز للكل وهي رسالة توجه للعالم كله أنه الرياضة هي علاج لكافة الأمراض وخاصة مرض السكري فإيها الرسالة إن شاء الله نوجيها لكل الناس نشاط رياضي صباحي جزء من فعاليات قسم التعزيز الصحة في دائرة الصحة العامة التي ساهمت بإحياء اليوم العالمي لمرض السكري وضغط الدم ليكون الماراثون نشاطا مهما لتوعية المواطن لبرنامج صباح الخير يا عراق مصطفى السعدي بغداد